لم يتبقى ما يثبت أن عزلة زريقة الشام تقع ضمن الجمهورية اليمنية سوى هذا العلم الممزق الذي يعكس حال هذه المدرسة والمنطقة التي تقع في مديرية المقاطرة بمحافظة لحج جنوب محافظة تعز وتفتقر لكل مقومات الحياة أنا وزعت له هنا كأساس نازح من حفظ صنعاء وبعدين شفت المنطقة وشفت الطلاب أنهم عايشين في ما وراء السبعينات فرحمت لهم حالهم طبعاً فقررت أن أتطوع في تدريسهم رغم أنه ما فيش معاشات ولا في الشيء اليسير فالطلاب اعتبرناهم أبنائنا ما يعرف شقرة ألف ولا با ولا تا وقد عمروا 12-15 سنة حرام نحن عايشين المدرسة الأخرى معهم تلفونات أنترنت يدخل لزر العالم كله هذا عايش هنا ولا هو مهلش بالعالم خالص حتى سقط الصقف أثناء الأمطار ودخلت المدرسة في نكبة نعطيهم الدروس تحت الأشجار أما بالنسبة للمدرسين تكاد المدرسة تكون صفر من المدرسين هنا في بعض مدارس زريقة الشام تسمع وتشاهد المعاناة الحقيقية جراء ما تلاقيه الفتيات والطلاب من صعوبات في مواصلة تعليمهم فيه بنات ما يقدرواش يدرسوا بعضين تاقدهم ما يدرسوش منصف أول حتى ما يعرفوش يقولوا ألف ولا با حتى أميات أيوة مش قادرين يدرسوا ما فيش مدارس وما فيش أساددة يدرسوا ويدعموا هذه البلاد الدولة لم تصل عندنا لحتى اليوم هذا ما تصلش تدعمني إحنا ليش؟ أدرس في القمرق أطالب بمدرسة عدادية في الغودرة حتى نتمكن من الدراسة ونواصلها أخرج من البيت الصاع 4 وآصل الصاع 8 طلابوا هيئة التدريس في هذه المدارس وأولياء الأمور يشكون كثيرا من العزلة التي تعيشها مدارسهم ومنطقتهم ويتحدثون بحرقة وآلم عن عدم وجود الكادر التعليمي والفصول الدراسية والكراسي والمعاناة المعيشية الأخرى ويناشدون عبر قناة يمن شباب المنظمات الدولية والجهات المعنية بالنظر إليهم بعين المسؤولية والاهتمام والدعم رافعين شعارات أن الجهل والفقر سبب ما حل بهم من بؤس وعناء هذه المدرسة تأسست في التسعينات ولكن ما زالت لحد الآن لم يصلها أي شيء من الكراسي ولا اهتمام من قبل مكتب التربية نظرا إلى ذلك أن هذه المدرسة من يوم تأسست إلى هذا اليوم وهي تعمل بمدرس واحد إلى جانب ثلاثة متعاقدين فقط نطالب أن تكون مدرسة الجمرك أن تتأهل مدرسة ثانوية لأن الطلاب الآن إذا تخرج من الإعدادية يكمل الدولية في الجمرك هناك يصعب عليه فنغلك الثانوية في الدريح مسافة بعيد مسير يوم يقول سكان هنا إنه لمن العيب والمخجل حقا وهم يعيشون في القرن الواحد والعشرين وفي عصر ثورة التعليم والمعلومات والتكنولوجيا وسهولة التعليم والتعلم أن يواجهوا مثل هذه المعاناة التي تلاقيها فتيات وطلاب زريقة الشام من أجل مواصلة تعليمهم كغيرهم من طلاب اليمن ترجمة نانسي قنقر